السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفيديو تاليوم رح يكون حول الطباعة على شراءة الساتين او الريبون الخاص بالخياطات كما راكم تشاهدوا في الصور روحة رح يضفي جمالية على الماركات متاكم على الملابستاكم على اليساك على اي منتج اولا اللوغو رح نتحصل عليه من طرف الزبون إذا كان عنده رح نفتح ورقة اكاد كما رح تلاحظوا في الفوتوشوب الريبون رح نديره هو ثلاثة سنتيمتر رح نحتاج الريبون ورح نحتاج شارية لاصق يحتاجه المبتدئات يعني اللوغو رح تختار مدام الريبون تعنا ثلاثة سنتيمتر احنا تقريبا القياس على اللوغو نديره 2.7 او 2.8 كما تلاحظوا ثلاثة سنتيمتر رح نقرر عدة مرات في ورقة اكاد ثلاثة سنتيمتر رح نطبعه في ورقة سبليميسيون او ورقة طباعة الحرارية ثلاثة سنتيمتر رح نستحقه السكوتش هذا كما وريت لكم ورح نحتاجه كذلك هذا ورق السبليميسيون او ورق الخاص بالطباعة الحرارية الموديل هذا ثلاثة سنتيمتر لون ابيض من فوق ولونه وردي من الاسفل نحن الطباعة رح تكون على اللون الابيض نروحوا الاعدادات نقلبوا التصميم اكيد في الطباعة الحرارية اقولها او كررها لازم دائما تقلبوا التصميم تروحوا الكلمة ايماج وتدروا الروتاسيون وتروحوا الاعداد الاخير خلاص هكراح يكون اللوغو تقلبوا تذكروا عملية النقطة هذه لازم تقلبوا التصميم في الطباعة الحرارية ومن بعد رح ندروا طباعة عاديا ندروا كونترول بي او نروحوا الكلمة فيشي في الفوتوشوب ونهبتوا القائمة في الاسفل نلقوا كلمة ايم بخيمي قبل الطباعة نحب تنوجه لكم ملاحظة ثبتوا فقط مع الورق اللي تحطوه بالمقلب يعني الجهة البيضاء هي اللي تتطب عليها والجهة الوردية تكون الى الخلف ثانيا نتبهوا الاعدادات الطابعة الطابعة الخاصة بالطباعة الحرارية أنا عندي طابعة ابسون الحق نوعية رائعة هو موديل سيري قديمة بالصحي نظن خرجوا لسيري لبعده حتى هما يحسب ما يحكوا رمب نفس الجودة نتبهوا لبعده نتبهوا طابعة بالصحيح نتبهوا لبعده المنظف في اذهانكم. نحن نطبع ورقة واحدة. نروحوا الاعدادات ونغيروا الاعدادات. هاي لكم الطابعة. بعد ما طبعت الاوراق. خرجوا روعة ما شاء الله. راح نقصوا شرائط الورقة. شرائط شرائط. تستعملوا المقص او تستعملوا المسيكو هذه. لكم الاختيار. ونظرك راح نديرو نحن الساطا. لازم نخلو المسافة تال خياطة. يعني راح نحطو بين كل لوغو لوجو تقريبا 4 سنتيمتر. انتم مقيسوا بيدكم كما هيك. طبقوا لساطا تاعكم. وشوفوا المسافة يتحق الخياطة للخياطة. وتقريبا عنكم ميزانكم. انا تقريبا درت بين لوغو لوجو. اربع سنتيمتر تقريبا بالتقريب. يعني لاحظوا هي راح تخيطها بالطريقة هذه. دورك نوري لكم في الاخير كيفاش خيطات الخياطة يلاحظوا. خلوا مسافة تقريبا اربع سنتيمتر او ثلاث اصابع باصابع اليد. نوجدوا اللوغو نقصوه مربعات مربعات. احنا ما نقدروا نديروا اللوغو واحدة قدام اختها لانه لازم نخلو المسافة للخياطة. انا استعملت المسيك وهذا هذا رائع. انتم ما زيتوا استعملوا المقص او الكتار اللي ما عندوش يستعمل الكتار. او المقص يعني نظر المقص عند الناس كامل يعني من الورب تصروحنا بالاجهزة لانه الامر بسيط جدا. راح نكمل نقطع كل نحط الهاتف اكيد نصوره ونقص. ومن بعد نقص كامل اللوغو بش نسهل المهمة كشغل راح نوجد الامور كامل. راح نقدر شوي بلغة قريبة للناس لي ما همش من الجزائر. سنقوم بقص الشعار المرطي باعته على شارط السطا. نقصه بقص هذه. او نستعمل المقص. نتضحك الشعالية. لازم نسكامل تفهم عندي متابعين من خارج البلاد. يعني شوي على اخوتنا. اخوتنا الليبيين بالرغم بجانبنا لكن عندي صديقتي الليبيين حق دائما تقولي زهرة ترجمي لي هذا ارتكاد. احكي معي بالعربية الفصحة كلمات نتشابه وكلمات ما نتشابهش فيهم. والا هاني قصيت اللوغو. بديت نحط فيه على شارط السطا. بالنسبة للمبتدئات ننصحكم نصيحة استعملوا شارط اللاصق. وماذا بيكم اللوغو او الشعار قصوه جد جد يعني بش ميجيكم ش اعوج يعني. تبني لكم الورقة كبيرة بيضة وبس حتحطوها متحطوش في الوساط جد جد. استعملوا شارط اللاصق للمبتدئات انا. بحكم التجربة نحطها في لابرس ونستعمل الشارط خلاص. نتعامل بحذر. بيسك رح يولي لنا قاس بياها. يعني تحكم انتم مثلا رولو كامل. راح تستعملوا فيه الشارط للاصق نظن ما راح تخرجوا في الخدمة هذه. لاحظوا المسافة بين اللوغو واللوغو. تقريبا ثلاث اصابع. او تقريبا اربع سنتيمتر. المهم حسب اللوغو بتاعكم. حسب الطريقة اللي طلبتها منكم الخياطة يعني كل الخياطة. طريقتها كيف شرح تستعملت اللوغو بالطول او بالعرض او كل واحدة بطريقتها. انا هذي اعطتني الطريقة. راح تخييت بها والتزمت بطلب الزبونة. يعني مانيش راح ندير رايي. بنفس الطريقة راح نكمله مع كامل الريبان. انا طريقتي. بلا ما نستعمل شريط الناسق. وبعد لابرس راح نسخنها على الوقت. نعطيكم الوقت 330 درجة. درجة الحرارة قصتي 330 درجة. والوقت سبعين. انا راح نوجد لابرس دانا نديرو 330 كما تلاحظوا. والوقت سبعين ثانية يكفي. سبعين تكفي بالكثير. حتى كتزيدي ثمانين حتى لمياه. بما انه راح نستعمل ورقة الطبخ او نستعمل بابي كرافت جاي شوي اخشل من اه من اه ورقة الطاهي او بابي كويسة. اه ما تخافوش علىها يعني ما هيش راح تفسد يعني توصل حتى المياه مياه ثانية. ما تخافوش. دورك وجهت الاعدادات متاعي. 330 درجة على سبعين. راح نفتح اللابرس تاعي. منخلي هاشها بطوية تسخن. بالطريقة هذي. نستنو حتى يه اه 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 تسينيالي لابرس يخدير واحد الاشارة او ال الارم. دي الله لارم تاحب اللي راونتها الوقت. عاوليكم حطيت لابرس. اه حطيت شارية السادة عفوا. كي ما تلاحظوا راني حاكمة شوي بسكوتش فقط باش نوريكم الطريقة. واشوفوا حاولت نثني الريبون على جنب باش نستغل مساحة كامل ما نبقاش نخدم غير بالجهة واحدة. ولاحظوا في الجهة المقابلة. انا حطيت اللوغو او الشعار بلا شارية لاصق. لاني نكون ثابتة يعني مع الاكسبرينس البعب دي والف. وتعدي تخدم بحذر هو لازم واحد يخدم بحذر. ستخرج نتيجة رائعة وتستغلوا الوقت يعني. اه تحطوا اللوغو تاكم. دي مديروهم تقابلين كي ما راكم تشوفوا. ثم بعد راح نستعملوا ورقة طهي او بابي كرافت كي ما تحبوا. حاولوا تريقوا اللوغو باش ما يجيكم مش مايل. او يجيكم ما مدكالي شوي. اه ثبتوا راحكم مليح. اه وليكم البابي كرافت هذا ما هوش ورقة طهي. اللي عندها ورقة طهي. تستعمل ورقة طهي. ليس عندهش ورقة اصلا لا طهي ولا كرافت تستعمل ورقة ابيض عادي. ما مش بالضرورة ورقة طهي. ما هوش بالضرورة. تقدر تستعملوا حتى قطعة قماش اخرى. وش القماش بقدر يحرك ليكم اللوغو وهذاك المشول لاسق. ومبعد راح نهبطوا لابرستانا. ونحاولوا نتأكدوا انها مزيرة شفتوا هذيك الاسود هذاك. حاولوا تزيرهم لي يحلى برس. وهك راح يبدأ العد التنازلي. تعال الواقت. نحاولوا نزيره نحن لابرستانا من ثم. كي يتم الوقت ذوك نوري لكم النتيجة النهائية. بالطبع راح تلقوا باللي رأي لذوك تبدأ الشعارات تتناثر. هاي ليكم. ابدأوا يخرجوا. خرجت النتيجة رائعة. شوية الإضاءة مسلطة شوية لسا تنظركم بعد. شوفوا النتيجة. وتلاحظوا بلي الحبر اللي في الورق كامل تقريبا اختفى يعني. هنا تعرفوا بلي رأي طباعتاكم جيدة. لاحظوا. هاي ليكم الشريط. على المباشر يعني لقصية الفيديو لدرت مونتاج لولو. وأخيرا وصلنا الى النتيجة النهائية. نتيجة اكيد رائعة وسهلة جدا جدا يعني اكيد اي واحدة راح تجربها راح تنجح من المرة الاولى. وتقدروا تطبعوا اي موديل واي شكل وتقدروا تطبعوا لي طاي. كان خياطة تطلب. بار اكزامبل لد وكدري لي اكس. ال ال اس ام لي طاي هذوكم المقاسات كامل. وكان لي حبوا الماركة تاحهم. وكل واحد وشي يحب يدير. كذلك شريط ساتان لاحظت باللي امهات يطبعوا في النفاس يديروا اسماء ابنائهم. في ثانا انا جربت مرة شاريت ساتان. دارته مرة في النفاس. الله اعلم مش دارت بي لسانسيال دارت شاريت اقل سمكا من هذا. اه اذا انا تبان لي احسن قياس للريبون هو ثلاثة سنتيمتر اي ثلاثة سنتيمتر. جربت فتاعة ربعة. وجربت فتاعة اثنين صراحة نتيجة ثلاثة سنتيم خرجت احسن من من باقي المقاسات. اه نتمنى الفيديو يكون افادكم. ونتمنى ان شاء الله اه تجربوه وتنجحوا فيها كذا كانت النتيجة النهائية.